وكما نتابع مع حضراتكم الآن وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مركز المنارة للمؤتمرات حيث من المنتظر أن تبدأ بعد قليل فعاليات النسخة الرابعة من قادرون باختلاف إذن نسخة فائتة النسخة الثالثة في عام 2021 من قادرون باختلاف أعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة من الإجراءات التنفيذية التي وجه بالعمل على تنفيذها خلال عام مضى كان على رأسها تضمين مشروعات مبادرة حياة كريمة لتشمل المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية بالإضافة أيضا إلى التوسع في تأهيل العاملين والمتعاملين مع ذوي الهمم خاصة فيما يتعلق بالعملية التعليمية وقيام القطاعات الفنية المختلفة قطاعات الإنتاج الفني بإبراز قدرات ومواهب ذوي الهمم سواء في المجالات الفنية أو الإبداعية المختلفة أو أيضا في المجالات الرياضية تابعنا على مدار السنوات تفوق ذوي الهمم في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية والمشاركات الأولمبية وحصول عدد منهم على عدد كبير من الميداليات إذن هي حزمة من القوانين التي يتم تفعيلها على أرض الواقع التي صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها فيما يتعلق بالقانون رقم 157 بتعديل مسمى قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة ليكون قادرون باختلاف الذي يدعم 11 مليون شخص